يلا نكمل يا سابع بعد ما كتبنا الجدول عبناه كامل هلا بدنا نبلش نكتب النسب ونوجد معدل وحده لكل نسبة من هدول النسب راح اخلي هون مكان فاضي للقسمة وهون احط النسب اللي تكونت عني بس بدي اتأكد النسبة كيف دي اكونها اي اللي النسبة هي عبارة عن ما يتقاضاه العامل على عدد ساعات عمله معناته المبلغ اللي بيتقاضاه راح يكون بالبسط وعدد ساعات العمل راح تكون وين في المقام تمام يعني هون كم المبلغ اللي بيتقاضاه عبارة عن تسعة تمام اذا النسبة الاولى تسعة عدد ساعات العمل عبارة عن واحد يلا بدنا نوجد معدل وحده قلنا عشان نوجد معدل وحده لازم يكون المقام يساوي واحد شو رأيكم المقام واحد جاهز تمام إذن كم معدل الوحدة 9 على 1 يعني 9 نشوف النسبة الثانية النسبة الثانية عبارة عن ما يتقاضاه 14 على عدد ساعات العمل 2 يلا بدنا نخلي المقام عبارة عن 1 يعني بدنا نقلي المقام يعني نقسم على 2 2 تقسيم 2 1 14 تقسيم 2 عبارة عن 7 إذن كم طرعيها 7 على 1 واللي هي عبارة عن 7 شو رأيكم؟ أكمل؟ أكيد ما رح أكمل ليش؟ لأنه طلع معدل الوحدة للأولى يختلف عن معدل الوحدة للثانية معناته هل هناك علاقة تناسب ما بين ما يتقاضاه العمل العامل وعدد ساعات العمل أكيد لا إذن بقول له معدل الوحدة للأولى لا يساوي معدل الوحدة للثانية إذن لا يوجد علاقة تناسب رائعين يا سامع آخر فكرة في هذا الدرس بدي أشوف إذا كان هناك علاقة تناسب أو لا بين أي كميتين من خلال التمثيل البياني يعني رح نعمل جدول بس هذا الجدول ما رح أوجد معدل وحدة للنسب الموجودة جوه الجدول لا رح أمسك النسب وأمثلها تمثيل البياني هلأ تفهم شو أصدي؟ وكيف بمثلها تمثيل البياني؟ بنا نشوف مع بعض مثال رقم 4 الموجود بصفحة 20 إذن طريقة عبارة عن التمثيل البياني بقول لي صب صنبور في خزان ماء بمعدل 6 لتر لكل دقيقة يعني كل دقيقة بصب هذا صنبور يعني الحنفية هذه الحنفية الماء في الخزان بمعدل 6 لتر لكل دقيقة هل تمثل علاقة بين عدد الدقائق وكمية الماء المضافة إلى الخزان علاقة تناسب أو لا؟ معناه لازم أعمل أنا جدول وأشوف العلاقة بين كمية الماء المضافة إلى عدد الدقائق هل تمثل علاقة تناسب أو لا؟ إذن أعمل جدول هون رح أحط كمية الماء فوق الثاني الزمن اللي رح أستخدمه واضح أهي اللي في السؤال أنه كل دقيقة كم بعب بماء؟ 6 لتر إذن لما يكون الزمن عبارة عن دقيقة واحدة كمية الماء اللي عباها عبارة عن 6 لتر تمام هو عيليها معناته لما يصر دقيقتين كم كمية الماء اللي عباها يا ميس يلا الأولى الدقيقة الأولى 6 والدقيقة الثانية 6 شو بصيروا مع بعض 12 لتر تمام نشوف الثالثة لما يصر 3 دقائق كل واحدة فيهم 6 6 و 6 و 6 كم كمية الماء عبارة عن 18 لما يصروا 4 كل واحدة فيهم 6 يعني 6 و 6 أربع مرات رح يطلع مجموعة كمية الماء المضافة عبارة عن 24 لتر تمام يا ميس طب هلأ شو بديك تعملي كيف بديك تمثلي بيانيان انت قلتي ما بديك تستخدمي هدول النسب توجد معدل وحدة تمام شايفين هدول النسب راح أعمل أزواج مرتبة من هاي النسب طب كيف يا ميس تعملي أزواج مرتبة لهاي النسب راح بس طلع عندي هاي النسب أو هاي الأزواج المرتبة لهاي النسب بتوضح العلاقة بنركز في السؤال بين عدد الدقائق وكمية الماء المضافة يعني الزوج المرتب دائما احنا في رياضيات الزوج المرتب أخذناها لازم يكون أول رقم بيبلش فيه منسميه الإحداث السيني اللي هو عبارة عن الـ X و تاني رقم بيبلش تاني رقم عبارة عن الإحداث الصادي اللي هو بنسميه عبارة عن Y طيب شوف العلاقة بمين ابتدأت ابتدأت العلاقة هون بين عدد الدقائق معناته X الإحداث السيني راح تمثل عدد الدقائق وكمية الماء المضافة راح تمثل عبارة عن الإحداث الصادي معناته أول زوج مرتب راح ينشأ من الأولى لأني راح أحط بالأول هك lleva عدد الدقائق إذن رح يكون عبارة عن 1.5 وكمية الماء 6 إذن هاي أول زوج مرتب تاني زوج مرتب حكينا بالأول رح نضيف عدد الدقائق اللي هو الإحداث السيني لأنه هو أي لي في السؤال إذن دائما انتبه لما عندك تعمل زوج مرتب انتبه بمين بدأ بالسؤال رح يكون الإحداث السيني ومين انتهى رح يكون الإحداث الصادق عدد الدقائق هون 2 إذن 2 كم كمية الماء كانت المضافة عبارة عن 12 تمام الزوج المرتب الثالث عدد الدقائق عبارة عن 3 كم كمية الماء المضافة عبارة عن 18 آخر زوج مرتب كانت عبارة عن عدد الدقائق 4 وكمية الماء المضافة عبارة عن 24 شايفين هذول الأزواج المرتبة بدي أمسكهم وحطهم بالمستوى الديكارتي معناته تاني خطوية ميس انت لازم يكون عندك راسم المستوى الديكارتي المستوى الديكارتي عبارة عن خطين واحد خط أفقي والتاني خط عامودي الخط الأفقي في الرياضيات بنسميه محور الإكس يعني محور السينات والخط العامودي بنسميه محور الواي يعني محور الصادات وطبعا على يمين الصفر بيكون محور السينات الموجب وعلى اليسار محور السينات السالب فوق بيكون عبارة عن محور الصادات الموجب وتحت عبارة عن محور الصادات السالب تمام واضح أنه الـ X هلأ لما بدي أجي أقسم أنا محور السينات واضح أنه الـ X اللي هي الإحداثيات السينية عبارة عن 1 و 2 3 و 4 إذن بيكفي أني أوصل للرقم 4 على محور السينات صح؟ معناته باجي هون طبعا هلأ أنت ما رح ألزمك تجيب دفتر رسم بياني يعني ممكن ترسم على دفترك بس بدي منك ملاحظة صغيرة أنه لما تيجي تحط الأرقام إذا ما بدك تستعمل المصدر حاول تكون المسافات من خلال النظر تقريبا متساوية إذن هون رح أحط 1 هون تقريبا 2 هون 3 وهون 4 عند الأربعة المحتاجينهم الأرقام الموجودة بالإحداثيات الصادية الموجودة بالسؤال عبارة عن 6 12 18 24 تمام إذن ما في دع هلأ في دعي أقسم محور الصادات 1 2 3 4 بينما أوصل الـ 21 بيطلع محور الصادات كتير كبير وممكن يحتاج صفحة كاملة حتى أوصل الـ 24 لا ممكن أنا أقسم نفس المسافة اللي استخدمتها هون بس بشرط إني أقسمها 6 شو يعني 6 يعني 6 12 زي ما هو مستخدم السؤال 18 24 ليش عملت هيك؟ لأن الأرقام كتير بعاد عن بعض فبحاول أقسمهم زي بعض بس بشرط مش أحطهم 6 بعدين 10 مثلا بعدين 13 لا تكون الفرق ما بين هدول الأرقام متساوي يعني هاي 6 بعدين 12 يعني بناتهم 6 12 18 بناتهم 6 18 24 بناتهم 6 ممكن تقسمها مثلا 5 5 10 15 20 25 ممكن تقسمها 4 4 8 12 16 24 بس نفس التقسيمة نفس التقسيم تمام؟ يلا أول زوج مرتب كان عبارة عن 1 مع 6 إذن يلا عند الـ X عند الصناعة 1 بطلع هذه الصادة عبارة عن 6 وبحط نقطة تمام الـ 2 مع الـ 12 إذن بطلع مع عند الم國家 الـ 2 لحد ما أوصل لـ 12 تمام الثلاثة هي عبارة عن 18 إذن بطلع من عند الثلاثة لعت ما أوصل للـ 18 وبحط نقطة طيب الـ 4 isel هي عبارة عن الـ 24 بطلع من عند الـ 4 لعند ما أوصل لـ 24 وبحط نقطة بعد ما يا ميس هدول النقاط حطهم لازم أوصل ما بينهم بخط بالمصدرة تعيدي طبعا تمام وبعد ما أوصلهم بالمصدرة تعيدي بدي أمد الخط وبدأ أشوف بعد ما مدت الخط يلا إذن هدول النقاط اللي أنا عينتهم بيش بدي أعمل بدي أوصلهم بخط وبعد ما أوصلهم بخط بالمصدرة هذا خط المصدرة بدي أمده كتير على الآخر وأشوف بعد ما مدته يلا نركز مع بعض إذا كان ناتج امتداد هذا الخط بمر بنقطة الأصل وهي عبارة عن 00 إذن يوجد علاقة تناسب أما إذا كان ما بمر بنقطة الأصل عبارة عن 00 إذن لا يوجد علاقة تناسب هون واضح إن الخط مر بنقطة الأصل 00 إذن يوجد علاقة تناسب يلا انشوه في السؤال اللي وراه أتحقق من فهمي الموجود بصفحة 21 يبين الجدول العلاقة بين تزايد قطر جذع إحدى أشجار بمرور السنوات استخدم التمثيل البياني لأبين وجود علاقة تناسبية أم لا نكمل يا سابع طبعا هو هون الأرقام هو معبي جدول جاهز يعني هاي الأرقام هي أصلا معبي بالجدول جاهز مش من عندي يجبتها إنه لما كان الزمن صفر كان عبارة عن قطر الشجرة عبارة عن عشرة لم بعد عشر سنين كان عبارة عن قطر جذع الشجرة عبارة عن أربع طاش لم الزمن عشرين عبارة عن طمنطاش لم الزمن تلاتين اتنين وعشرين لم الزمن بعد خمسين سنة كان عبارة عن قطر جذع الشجرة عبارة عن تلاتين تلاتين تمام هل هاي الجدول أو هذا الجدول بدنا نمثله بمستوى ديكارتي بس بدنا نشوف العلاقة بين مين ومين بقول لي العلاقة بين تزايد قطر جذع الشجرة يعني كم قطر جذع الشجرة والتاني عبارة عن مرور السنوات بس باستخدام التمثيل البياني معناته الزوج المرتب بما أنه ابتدأ بقطر جذع الشجرة معناته الـ X راح تكون عبارة عن القطر لهذا الجذع والـ Y راح تكون عبارة عن عدد السنوات اللي أنا مستخدمها معناته أول إشي لازم أجي أكون الأزواج المرتبة أول إشي حكينا القطر بعدين هون عدد السنوات إذن أول زوج مرتب راح يكون عاشرة مع الصفر تاني زوج مرتب راح تكون عبارة عن الـ 14 مع العشرة تالي زوج مرتب راح تكون الـ 18 مع العشرين اللي وراها راح تكون 22 مع الثلاثين وآخر واحدة راح تكون عبارة عن الثلاثين مع الخمسين هاي الأزواج المرتب شو بدي أعمل فيها بدي أمسكها وأجي أعينها بس قبل ما أعينها بنا نشوف الأرقام بتاعة الإحداثيات السينية 10 14 18 22 30 وهكذا صح؟ طيب تمام يمس معناته أكبر رقم عبارة عن 30 فمش منطق أقسمهم طلعوا بعدين الفرق ما بين هاي الأرقام الإحداثيات السينية في عندي 10 14 18 22 يعني تقريبا 10 والـ 14 فيها 4 14 18 عبارة كمان 4 18 و22 كمان 4 بس طلع آخر واحدة عبارة عن 30 فيها فرق فليش ما إذا بدي أقسمهم بدءا من عندي العشرة وأربعات راح كمان أحط 26 وآخر إيش بدي أحط 30 يعني راح أقسم محور السينات زي التقسيم اللي أنا راح أستخدمه هلا يلا نشوف يا ميس كيف قسمت أنا مستوى الدكارتي عندي هون قلت لحل ليش ما أقسم محور السينات خمسة تبدئا من الخمسة ومنتهيا لعند الثلاثين يعني خمسة عشر خمسة عشر عشر خمسة عشر تلاثين وجيت قسمت محور الصادات زي ما أنا شايفة هون عشر عشر عشرين ثلاثين خمسين فبقسمهم عشرات عشر عشر عشرين ثلاثين أربعين وخمسين يلا مع بعض مسكت كل زوج مرتب أول زوج مرتب كان عبارة عن عشر مع الصفر ما يعني عشر مع الصفر يعني بدك توقف عند محور السينات العشرة عند النقطة عشرة وما تتحرك إذن هيحطينا عشر صفر ثاني زوج مرتب كانت عبارة عن أربعطاش مع العشرة الأربعطاش أقل من الخمسطاش بشوي بدأطلع من عندها لحد ما أوصل لعشرة عن محور الصادات ونحط نقطة تمام بعد هيك كانت طمانتاش عشرين إذن رح أوصل من عند الطمانتاش طبعا طمانتاش أقل من العشرة بخطوتين تقريبا هون ورح أطلع لعندي العشرة من عندها لحد ما أوصل العشرة وعين النقطة الموجودة عليها بعد هيك يا مسة تنين وعشرين ثلاثين طبعا تنين وعشرين تقريبا موجودة بالنص بابين العشرين وبالخمسة وعشرين إذن راح أطلع من عندي اتنين وعشرين وأوصل لعندي الثلاثين وأحط نقطة آخر واحد الزوج المرتب ثلاثين وخمسين إذن من عندي محور السينات الثلاثين لحد ما أوصل للخمسين عميحور الصادات وأحط نقطة بعد ما يكون حددنا النقاط بنيجي نوصل بالمصطنع ما بين هاي النقاط بيطلع عندنا خط مستقيم بس هاي الخط المستقيم بدي أمده الأعلى وللأسفل طب طلع عندي بعد ما مديت هذا الخط هل الخط مر بنقطة الأصل طلع وين نقطة الأصل يا سابع وطلع وين الخط هيك الخط ماشي زو ما مدته الأعلى وللأسفل بضل ماشي هيك بيجي عد نقطة الأصل ولا بيمر فيها ولا بيقرر فيها نقطة أصل فوق والخط تحت إذن لا يمر هذا الخط بنقطة الأصل بما إنه لا يمر بنقطة الأصل إذن لا يوجد علاقة تناسب وهيك بيكون يا مثل انتهى درسنا كامل درس العلاقة تناسبيا نجي نحدد مع بعض الواجب البيتي السؤال الخامس والسادس والسابع والثامن والعاشر من صفحة 22 كتاب الطالب زائد السؤال الأول والثامن والتاسع من صفحة 10 من كتاب التمارين ويعطيكم ألف عافية